أكد وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم أن مصر تعمل على توفير مياه الشرب النقية لمواطن الكنغو الديمقراطية في القرى والمناطق البعيدة عن مصادر المياه وخلال تفقده لأحد مواقع إنشاء محطة مياه شرب جوفية بمنطقة كتسيني بجمهورية الكنغو الديمقراطية أوضح سويلم أنه يجري التنصيق لتطبيق نظم أرأي الحديثة في الأراضي التابعة لوزارة البيئة وتنمية المستدامة الكنغولية لتكون نموزجا رائدا يتم التوسع به لاحقا بالشكل الذي يعمل على زيدة فرصية استثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغدائي